يحاول الساسة الأوروبيون جاهدين إنكار وجود الإسلاموفوبيا في مجتمعاتهم وبدلا من أن ينعكس هذا الإنكار سيادة لقيم الحرية وعدم التمييز ضد المسلمين في الدول الأوروبية ينطلق هؤلاء الزعماء إلى صياغة آلية جديدة للتعامل مع المسلمين آلية تقوم على اعتبار ما يصفونه بالإسلام السياسي تحديا بالغ الخطورة على المجتمعات الأوروبية من هنا وبحسب ما نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني فإن عددا من الحكومات الأوروبية بادرت إلى شن حرب ثقافية ضد دراسات الإسلاموفوبيا لسيما في فرنسا وألمانيا والنمسا ليتحول الواقع من مجرد الخوف من الإسلام إلى معاداته واستهداف المسلمين بحملات قمع وملاحقات أمنية تحيل حياتهم في هذه الدول إلى جحيم وإذا كانت حكومة فرنسا قد قطعت شوطا كبيرا في هذا الصدد بإقرار مشروع قانون مكافحة الانفصالية الذي يستهدف بالأساس مسلمي فرنسا الذين يمثلون نسبة تصل إلى ثمانية بالمئة من عدد السكان إلا أن آخر ما جرى في هذا الصياق كان من قبل الحكومة النمساوية حيث نشرت ما أطلقت عليه اسم خريطة الإسلام الوطنية وهي خريطة تفاعلية تحدد مواقع كل المساجد والمؤسسات الإسلامية على أراضي النمسا ووسائل الاتصال بها وارتباطها المزعوم بجهات خارج البلاد الأمر الذي يراه محللون يظهر نية الحكومة وصم جميع المسلمين الذين يعيشون في النمسا بأنهم خطر محتمل ونتيجة لسيادة هذا الجو المشحون بالعداء والتمييز تشن السلطات الأوروبية حملات دهم واعتقال تستهدف منظمات المجتمع المدني الإسلامية والمساجد باسم حماية الدولة على الرغم من أن سياسات كهذه تقود في واقع الأمر حريات أساسية يحميها الدستور مثل حرية الدين والمعتقد والتعبير والفكر كما تظهر مدى التناقض بينما ترفعه هذه الحكومات من شعارات وما تطبقه من سياسات على أرض الواقع